السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنعمل مع بعض النهاردة طوجن الكلماري. من الالف للياء. من اول ما نجيب الكلماري ويتنظف لحد ما نعمل طوجن سهل وخطير. الكلماري طبعا عارفين بيجي كده شكله بالشكل ده. اول حاجة حنشيلها كده ونتخلص منها هي الراس. بس حناخد الجزء ده اللي هو شايفينه كده قصدنا. حنشيله بسكينة او بمقص. الجزء ده بنستعمله في انواع من الريزوت. وبنرمي كده باقي الراس الجزء اللي هو فيه العنين. زي ما انتو شايفين كده. الجزء ده ما بيترميش وبيتعمل به طبق ريزوتو ايطالي خطير ممكن نبقى نعمله مع بعض سوا في مرة تانية. باقي باقي الكلماري كده حنجيبه. اول حاجة حشيل العظمة اللي هي في الظهر. هنشدها كده. هي عبارة عن عظمة رؤيئة جدا وشفافة. لازم نتخلص منها. باشدها كده بالراحة بالشكل ده لحد ما تطلع كده معايا. وبعد كده بقداية او بدوافر كده حتتمسكي اول جزء. هتلاقي كل الاشرب بتاعته اللي هي لونها اسود او لونها غامق دي بتتشال معاكي. هناخد بقى الكلماري تحت مية جارية. ونتخلص كده من القلب بتاعه. بيبقى فيه اي حاجة علقة كده. آآ داخل قلب الكلماري نفسه. بنخسله تحت المية كويس جدا. وبعد كده بنصفيه. وآآ هنجهزه كده. عشان نعمل الطاجن الخطير بتاعنا. شايفين اي حاجة لونها مش عاجبك بتشليها. بتلاقيها بتتشال. زي ما انتو شايفين بوريك وكده ده. اللي انا نضفته وغسلته. و قصلتها تحت المية الجارية. وبقى معايا ابيض كده وجميل ولونه حلو جدا. الخضار بقى معايا هنا عندي بقدونس. عندي فلفل الوان. عندي فلفل حراء. عندي بصل متقطع جوليان. عندي جزرتين مبشورين. عندي آآ تلات فصوص من التوم. وعندي تلات بططسات. قطعتهم كده آآ يكون التقطيع بتاعهم مناسب لحجم الكلماري. الكلماري هنا علشان حجمه صغير. فانا مش هقطعه. هو كمان لما بيدخل النار بيظهر عن كده. فمش هقطعه حلق ولا هاي حاجة. التوابل معايا عبارة عن كمون وفلفل اصمر وبابريكة وملح. انا الكلماري الليه طعم مميز. ونكهة مميزة. مش عايزة اغطي طعم ده بتوابل كتير. ومعايا كمان آآ لمونة كبيرة متقطع شرايح. وطمط مايا برضو متقطع كده بالشكل ده. اول حاجة كحنزل كده بالبصل والتوم في قلب طاجن او في قلب بيركس معايا زي ما تفضلي طبعا هتسويه في ايه. وحنزل عليهم بكل التوابل. وحبتدي بقى حقلب كده التوابل معايا زي ما قلتلكوا الملح والفلفل والكمون والبابريكة. هي دي كل التوابل معايا. ادعاكي كويس جدا البصل مع التوابل. لحد كده ما تحسي ان البصل تشبع كده. وخرج العصارة بتاعته وتشبع كده من آآ التوابل. وبقى كده ريحته طلعت كمان من كتر ما انت يعني عمالة بصي انا عمالة يعني ادعك التوابل مع البصل كويس جدا. الخطوة دي مهمة وتكايا يمكن تكاد تكون صغيرة. بس حقيقي بتفرق في طعم اي طاج بتدخلي الفرن. جبت كمان البطاطس معايا. حطيتها برضو. وهقلبها كويس جدا مع البصل. طبعا البطاطس هتاخد معاكي من العصارة بتاعت البصل. وهتاخد من طعم التوابل. آآ في ناس طبعا لو عايزة تدي البطاطس تحميرة صغيرة كده في الزيت. بس احنا عايزين ناكل اكل هلسي. اكل صحي. آآ مفهوش دهون كتير. آآ وفي نفس الوقت يكون طعمه حلو وخفيف. نزلت بقى بقطع الكلماري اولا. وحدات الكلماري معايا على الطاجم بتاعي. وهقلبهم. وبعد كده هنزيف واحدة واحدة باقي الخضار معنا. قلبت برضو كويس جدا كده. شايفين انا بقلب وفي نفس الوقت بدعت كده كله وبعض. عشان كله ياخد من طعم التدبيلة. ياخد من رحة البصل. من التوم. من التوابل. يبقى كله كده. بجد يعني وهو لسه ريحته حلوة جدا. نزلت بقى بالفلفل الالوان والبقدونس. والجزر المبشور. وانا بحب طبعا احط الجزر ده في اي طاجن بحري او طاجن فراخ او طاجن بطاطس. حتى تكت الجزرة المبشورة دي بتفرق جدا في الطعم. نزلت كمان بكام شريحة من اللمون وكام شريحة من الطماطم. وهقلب كده كويس ومع لقتين من زيت الزتون. وبرضو هقلب تاني هو الطاجن ده كله تقليب من اوله لاخره. يعني هاد افضل كده كل ما تحطي حاجة تقليبي علشان الطعم كده كله يبقى طعم واحد. طبعا ممكن تحط اي نوع زيت نباتي تاني مش لازم زيت زتون لو مش متوفر عندك. آآ نزلت بقى على وش الطاجن بشريح الطماطم. وكمان شريح اللمون بتتحمر بقى كده وبتدي شكل جمالي وبتدي يعني طعم حلو جدا. والطماطم كده في الفرن بتتحمر وتنزل الصوص بتاعها على الطاجن. وكمان هتضيف كمان معلقتين كده من صلصة الطماطم على الطاجن ده علشان يكون كده لونه احمر كده وجميل. عايزة تعصوري طماطمية في الخلاط او تبشوري طماطمية وتغذيها كده وتحطيها. انا مش عايزة الطاجن يبقى لونه احمر قوي مجرد بس يبقى لونه كده اللون اه الاحمر الخفيف ده بيفتح النفس بس كده للاكل. وفي نفس الوقت بيدي آآ طعم حلو كمان مع آآ طاجن الكلماري مع البطاطس. كان سبق وعملنا وصفة تانية لطاجن الكلماري اللي هو كان حلقة. حاسب لكم اللينك في صندوق الوصف اللي حاب برضو يرجع للوصفة ويشوف الطريقة ويشوف التوابل. كان بطريقة تانية كان بتوابل تانية اه اتمنى انها تعجبكم. رصيت بقى كده الطاجن بتاعي وحطيت عليه برضو معلقة كده فوق الوش من زيت الزتون. واحد دخله الفرن على درجة حرارة عالية. الكلماري مش بياخد وقت خالص في الفرن يعني حوالي 15 دقيقة. نزلت عليه كنت غالية مية في الكتل. يعني ربع كباية مية لان الكلماري بينزل مية وهو بيستوي مع الطاجن. والمية انا عايزة المية اللي ينزلها البطاطس تشربها وما يبقاش كده الطاجن بتاعك عايم في صوص كتير او في مية كتير. حطيت زي ما قلتلكم علقتين كمان من زيت الزتون ورشة بسيطة من الفلفر الاصمر كده على الوش. واحد دخله بقى على فرن مية وتمانين. ما اخدش معي حوالي 20 دقيقة. وبعد كده هيخرج وحنشوفه سوا مع بعض. اهم حاجة حغطيه اول 10 دقايق كده علشان البطاطس تلحق تستوي. الكلماري اول ما هيشم النار بيستوي بسرعة. لكن البطاطس ممكن تاخد وقت شوية فانا هغطيه 10 دقايق. وبعد كده الخمس دقايق التانيين حولي عليه الشوية. ياخد كده وش محمر من فوق. وحنشوفه سوا مع بعض. خرج معي بقى طاجن الكلماري بالشكل ده زي ما احنا شايفين. مستوي جدا درجة السوا بتاعته مصبوطة جدا جدا. البطاطس دايبة خالص طعمها جميل. الطاجن كله بجد طعمه كان حلو جدا. اتمنى ان هو يعجبكو. شايفين الكلماري طبعا بيكش ازاي هو في النور عشان كده انا مرضيتش قطعه. لكن كان الطاجن التاني اللي حتشوفه في صندوق الوصف. كان الكلماري كان الحلق الكبير. وكنت عاملاه بطريقة تانية وكان برضو جميل جدا. وفيه كده شوية صوسة هوت. ممكن برضو ده بتحطيه مع رزة ابيض. بتحطيه مع طبق مكرونة بيضة. يعني بيبقى طبق كامل متكامل. بجد طعمه حلو جدا. ساهل سريع. ما خدش مننا اي وقت. اتمنى ان هو يعجبكو. وتجربوه وتقولولي رأيكم في ايه. قدمتو مع الرزة الابيض بالبزلة. كان طبق خطير كامل متكامل. هيعجبكو جدا جدا. كانت معاكو رند علي وقت طولي بالعربي. شكرا ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا.